الأوضاع في شركة صافر والوصول إلى طريق مسدود تحت هذا العنوان كتب المدير العام التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج رسالته السرية والعاجلة لرئاسة الجمهورية الرسالة التي كشفت العديد من الاختلالات والفساد والعبث من قبل جهات متداخلة شملت الإتاوات التي تدفعها ناقلات الغاز ومبالغ رسوم المنشآت التي تهرب المسؤولون من دفعها شملت الرسالة أيضا تهديد لجان التحقيق في المبالغ غير القانونية والأجور الإضافية التي بلغت ملايين الدولارات إضافة إلى التغطية على احتساب رسوم منشآت صافر المستخدمة من قبل الشركات الأمنية الأخرى ما أدى إلى خسائر للشركة وصلت نحو 40 مليون دولار ميليشيا الانقلاب هي الأخرى كان لها حضورها في منظومة الفساد المتمثلة في صرف مبالغ هائلة لمسؤولين عينهم الحوث في صنعاء بالرغم من إلغاء تعيناته بحسب قرار رئيس الجمهورية وبحسب رسالة المدير التنفيذي أن ضغوطا مورست لصرف تلك المبالغ الوجه المكشوف للفساد في شركة صافر تمثل في تعرضها لنهب منظم للنفط الخام من الآبار بحسب الرسالة إضافة إلى ضبط شاحنات قيل أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط بهم حماية الشركة في مأرب جدل الرسائل المتعلقة بشركة صافر من بينها رسالة النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز لرئيس الجمهورية أشارت بشكل واضح إلى تدخل الجهات الأمنية في الجانبين الفني والإداري وعدم التزام نائب المدير العام بالنظام الداخلي للشركة رسالة وزير النفط والمعادن هي الأخرى حملت مضامين وصفت بتجاوز الإرباكات التي مرت بها الشركة ومن أجل تعزيز الأداء أشارت إلى إلغاء كافة القرارات التي صدرت مؤخرا والالتزام باللوائح الداخلية للشركة في الأفق هناك أسئلة تطل برأسها عن سبب عدم إعادة إنتاج وتصدير النفط من المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية وهو ما من شأنه توفير موارد مالية ضخمة للحكومة بإمكانها تعزيز موقعها على الأرض وتمكنها من العمل بفاعلية ومواجهة التحديات الاقتصادية اشتركوا في القناة